اشتركوا في القناة 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 انا شلت من قدامهم المية تقريبا من ساعة عشان اعتشهم وهبدأ دلوقتي ان انا احط مضاد السموم احط صنطي على كل لتر مية طيب هما دلوقتي لسا بيأكلوا من النعم قدامهم ان شاء الله بعد ما نحط مضاد السموم وانسيبهم ساعة كده يشربوا منه هنبدأ نحط العليقة الوسط بتاعتنا بس هقول لكم هنعمل ايه وإحنا بنحطها وهنحط ايه معاها كمان عشان خاطر الفرخ ما يقطعش الاكل ويفضل يأكل ويكون بصحة كويسة فاللهم صلى عن النبي لو انت ما تش حابة تحطي مضاد السموم هتحطي الخل هتحطيه لمدة 3 ايام متواصلين هتحطي معلقة كبيرة على كل لتر برضو لمدة 3 ايام ده بديل مضاد السموم طبعا الخل ما فيش غناء عنه هنستخدمه ان شاء الله في الخلاطات الجاية لزيادة الوزن فان شاء الله بإذن الله احنا بنحط مضاد السموم عشان تغيير العليقة من نوع لنوع زي ما قلتلكم كده هجيب دلوقتي السقاية بتاعتي وحط فيها المية انا غسلتها كويس وسبتها بره في الشمس شوية قبل ما حط فيها المية بتاعتي اللهم صلى عن نبي هجيبها دلوقتي ونحط المية مع بعض وبعد ساعة هنبدأ نحط الاكل بتاعي انا جبت المية بتاعتها عبيت السقاية بتاعتي ده مضاد السموم اللي انا هستخدمه تقدر تجيب اي نوع متوفر عندك اهو يارب يكون واضح شايفين تقدر تحط اي نوع انت عايزة تحطيه ما فيش مشكلة وطبعا انواع كتير ده النوع اللي انا بستخدمه انا عبيت اهوت بس السرنجة بتاعتي ما بتاخدش لا تلاتة سنتي بس فانا هرجع عبي سنتي تاني هحط سنتي على كل لتر زي ما انتو شايفين كده تمام هعبي كمان سنتي وهحط المية للفراخ عشان تشرب مع عطشانين انا معطشاهم من ساعة انا حطت لهم المية هو زي ما انتو شايفين كانوا عطشانين جدا بس عشان خاطر انا هعلف العليقة كمان ساعة فلازم عطشهم كده عشان ابا ضمن ان هم شربوا من المية اللي فيها مضاد السموم السقاية دي بتاخد اربعة لتر فانا حطيت عليها اربعة سنتي انا رجعت زودت كمان سنتي وقلبت كويس في المية وحتى طولهم ان شاء الله من بكرة الصبح هحطي كمان سقاية مية على ما بس مضاد السموم دي يخلص عشان ما يتبقاش منه حاجة هحط بكرة ان شاء الله كمان سقاية ما يشربوا منها والنهاردة هزود كمان علافة عشان بحيث ان هم يتقسموا على السقايتين والعلافتين وما يتكوموش على بعض ويكون كل كام فرخ كده قاعد بياكل في جنب الوحده يتوزاوا على السقايات والعلافات طيب خلاص كده انا حطت المية ان شاء الله يشربوا منها ونبدأ نعلف طيب هعمل ايه بقى انا جايبة معايا اهو بسم الله العلف وسط على ناعم زي ما انتم شايفين كده انا جبت اربعة كيلو علف ناعم وحطيت عليه اتنين كيلو علف وسط الخطوة دي بجد رائعة جدا اه انا كان دكتور بطري هو اللي ايه اللي عليها كنت بقطع العليقة عن الفراخ اه اعطي يعني اجوحهم جامد وبعد كده ابدأ احطلهم الوسط كان ممكن يعودوا لتاني يوم من غير اكل خالص يعودوا يوم سليم من غير اكل ويبدأ الفرخ يخس قال لي لا ما تعمليش كده انتي لازم تحط كمية من العلف الناعم على الوسط وتدهولهم يكلوه بس يكون الناعم اكبر كميته كبيرة عن الوسط وتسيبيهم يكلوه هينقل العليقة النعمة وهيسيبوا العليقة الوسط مفيش مشكلة خالص فاللهما صلى عن نبي دي خطوة كويسة جدا ياريت كلنا نعملها لما تيجي تغيري من نوع العليقة العليقة تسيبي جزء من العليقة الاولانية وتقلبيها على العليقة اللي انت لسه هتحط لهم منها بحيس يكلوا الهم متعودين عليها على ما يغضوا يتعودوا على شكل التاني وبدأوا يكلوا منها يبقى انت كده ما وقفتش الفراخ وتبقى الفراخ ما قطعتش الاكل وتبقى هي بتاكل ما وقفتش عن الاكل هقلبقى العليقة كلها ببعضها كده كويس اربعة كيلو من العليقة النعمة على 2 كيلو من العليقة الوسط زي ما انتوا شايفين كده هحطوهم في شكرة عندي وهعرف منها الفراخ هم لسه بشربو هسيبهم ساعة ان شاء الله وهنبدأ نزود العلافات بتاعتنا ان شاء الله مع بعض وبعد ساعة زي ما انتوا شايفين كده انا حطت العلافات بتاعتي اهو عبت جزء علافات من العليقة اللي انا ملعبطاها على بعضها اهو اللهم بارك شايفين شربوا كمية المية نزل منها قدين انا كده علفتهم اه ربنا يصلح الحال يا رب اه الشباك الكبير ده انا بسكه بالليل الدنيا ليلة اهي انا بسكه كده المغرب وبسيب التاني مفتوح بحيث ان هو يهوي بس المكان وما يخش لهمش هوا جامد عليهم مباشر لانهم برضو لسه صغيرين فحبايب ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة لو فيه اي استفسار او فيه اي سؤال حابين تسألوني فيه اكتبولي في التعليقات وان شاء الله هجاوبكم وهسيب لكم الفيديوهات التانية برضو لو حد حابب يسمع او يعرف اي حاجة بخصوص الفراخ فيه حاجة مهمة جدا نسيت اقول لكم عليها الفترة اللي فاتت طبعا الفراخ كلها بتبع على السطح مع بعضها انت لو مربية طيور تانية وراح اتعليف الطيور تخشي للبيض الاول اه انا مش عايزة اقولك تعملي هدوم مخصصة لهم ممكن يكون صعبة على ناس بس لو هتعليفي تخشي لهم هما الاول تعليفيهم وبعد كده تعليفي الطيور التانية ما تروحيش عنده الطيور التانية وبعدين تخش عليهم الفراخ دي حساسة جدا يا جماعة عايزة عناية خاصة اه ولازم نلتزم بالحاجات دي فلو ادرتي انك تعملينهم هدوم او عباية او اي حاجة خاصة لهم هما مفيش مشكلة ما ادرتيش يبقى تعليفيهم هما الاول وبعد كده تروحي لطيورك التانية واللهم بارك لي يا رب ويبارك لكل المسلمين اتمنى لو الفيديو عجبكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير باذن الله